قلنا تهذيب الكمال برقم 1702 تاريخ دمشق برقم 1998 في ترجمة خلف بن تميم الداريم يقول وقال الحسن بن الصباح البزار حدثنا خلف بن تميم هذا الراوي قال قال ابن المبارك ابن المبارك مشفور عند أهل الخلافة عبد الله ابن المبارك ماذا قال قال من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة عجبا ما شأن البطيخ بالشهادة الآن يتبين إن شاء الله بس أولا ما معنى دار البطيخ في الكوفة دار كان فيها بطيخ دار كبيرة يباع فيها البطيخ أي علوة سميها الشكل في وسط السوق فكان الناس الذين يرغبون بشراء البطيخ يتوجهون إلى هذا المكان هذا المحل والذي استلح عليه باستلاح دار البطيخ زين البطيخ حتى يبيعوه شنو يحتاجون في ذلك الزمان يحتاجون أحسنتم إلى أرطال أوزان مكاييل حتى يزينون كل بطيخة ايش قاعد يقولون والله هذا القد قيمتها مثلا فالدار هذه مليانة بشنو؟ بالأرطال زين شلون من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة شي سوي هذا ابن المبارك يقول لخلف ابن تميم من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة فليقل رحم الله عثمان خلي يجرب يحصل له بدلا من البطيخ شي حصل شهادة يحصل شهادة في سبيل الله خلي يروح في سبيل عثمان من أراد الشهادة إذا داد دور على هاي الشهادة والحوريات والمدري شنو روح دار البطيخ وقول هذا الكلام رحم الله عثمان شوف شي سوهم بك قال خلف هذا سمعها من ابن المبارك يتأثر الظاهر بالكلام وأراد أن ينفذه يعني صاير سبع قال خلي أروح أنا أريد الشهادة قال خلف فدخلتها يوما فأردت أن أجعل إصبعي في أذني فأنادي بها خلي هاي الشكل أصابعي في أذني وأصيح رحم الله عثمان وأدري راح يقتلوني بس أقول مو مشكلة شهادة بعد في سبيل الله في سبيل عثمان يقول فدخلتها يوما فأردت أن أجعل إصبعي في أذني فأنادي بها فالتفت فإذا موازينهم وسنجاتهم سنجات جمع السنجة وهي كلمة فارسية معربة المقصود بها الرطل أرطال سنج عن إحجارة عموما هي في اللغة المعربة يقصد بها هذه الأرطال والأوزان وماشاكل ولذلك ربما لا ما أتصور ما أتصور أنه كان يستخدمون نفس الصخر يعني لا نفس الصخر يمكن عموما في لفظ آخر لهذه الرواية أنه يقول فرأيت الأرطال والكيالج الكيالج يعني المكايل عموما هذه أثقال هذه أثقال أوزان ثقيلة هذه ممثل النعال والنعال من ينضرب به الواحد وممكن شوي يتعور شوي يتحمر وجهه خده مدري شنو بس ما يقتل يعني بس هذه الأثقال هذه السنجات والما أدري الأرطال والمكاييل والكيالج هذه كلها الأوزان هذه الثقيلة منها الصوب يجي تجي كفخة منها الصوب وكفخة منها الصوب وما أدري شنو آخر شيء فوقها مبطيخة بعد فوقها هذا الشيء يصير بيموت هذا بس يقول أنا رايح للشهادة يعني لأنه ابن المبارك يقول من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ في الكوفة وليقول رحم الله عثمان هذا تشجع رادي سويها يعني يقول فدخلت فدخلتها يوما فأردت أن أجعل إصبعي في أذني فأنادي بها فالتفت فإذا موازينهم وسنجاتهم فقلت يقول في نفسه يا خلف الساعة تقولها فيرمونك فاربح نفسك يا شهادة يا بطيخ يا عثمان خلي ولي عثمان تراجع ما قدر يكملها شوفوا هذه الرواية ماذا تعني تعني أن الشيعة في ذلك الزمان كانوا يتمتعون بغيرة فائقة على أئمته عليهم السلام بحيث أنهم لا فقط لا يرتضون الإساءة للأئمة عليهم السلام بل يعتبرون مجرد الترحم على أعداء الأئمة إساءة للأئمة ويقولون إذا ذاك نعالج بالنعال هذا نعالج بالأرطال هذا مع أنهم كانوا يعيشون تحت حكم من حكم أهل الخلاف مع هذا ما يقبلون أن يأتي شخص لا إلى الجامع لا إلى ناد من نواديهم الدينية مثلا حيث يجتمعون يتذاكرون الفقه والحديث مثلا لا لا واحد يأتي إلى السوق إلى دار البطيخ ما يقبلون شوف شي سوون وبهذه الطريقة فرضوا على أهل الخلاف أن يخرسوا في أوساطهم لا أقل في أوساط الشيعة ما كنت تسمع أحدا يذكر أبا بكر وعمر وعثمان إلا متبوعا باللعنة مثلا أما بالثناء والترحم والترضي والعياذ بالله فهذا محال غير عنده يعتبر هذه إهانة لإمه إهانة لكرامة الإنسان الشيعي إهانة لدينه ترجمة نانسي